تحليل الإيدز وإلتهاب الغدد اللينفاوية بعض الشباب يتعرض لعلاقات جنسية خارج إطار الزواج هناك حفلة ومناسبة ومناسبة وبالتالي هذا الشاب بعد العلاقة يندم ندم شديد ويحصل له نوع من أنواع الاكتئاب ويستغفر ربنا ويحصل له أنه ينفصل عن زوجته أو يحصل له أنه يبعد عن الدراسة أو عن العمل ويكتئب ويرفض الأكل والشرب ويحصل له أي مزاج ويحصل له صداع هذا الشاب ننبهه ونوعيه إذا تعرضت لا يقدر الله لعلاقة جنسية يبقى لازم ترتدي الواقي الذكري وتبتعد عن هذه العلاقات المحرمة لأن هذه ممكن تجيب لك أمراض جنسية خطيرة أيضا مهم جدا أن نكون فاهمين أن هذه العلاقات الجنسية ممكن تجيب لك مرض الزهري ممكن تجيب لك مرض الإيدز ممكن تجيب لك سيلان عدة أمراض جنسية فالشاب لا يقوم باله من هذه الأمراض الجنسية ويبقى متحمس نتيجة الشهوة والغريزة الجنسية وبالتالي ينسى موضوع الأمراض الجنسية